اشتركوا في القناة الى الاحتراف ان شاء الله في اول محاضرة من محاضرات هذا الكورس رح نتعرف على برنامج الاكسل وما هو برنامج الاكسل وابرز الخصائص وابرز الادوات او اجزاء الواجه الرئيسية لهذا البرنامج فعلى فرض انه انت فتحت برنامج المايكروسوفت اكسل رح تظهر لك هذه الواجهة تدعى بالباكستيج او خلفية المسرح او المسرح الخلفي من هذه الواجهة يمكنك القيام بالعديد من الامور منها بدء مشروع جديد او بدء مشروع من قوالب جاهزة توفرها لك مايكروسوفت اوفيس كذلك يمكنك فتح ملفات حديثة كنت قد عملت عليها مسبقا وايضا يمكنك فتح ملف من خلال ملف محفوظ مسبقا في جهازك واعادة العمل عليه كذلك هناك بعض الخيارات والاعدادات التي تقوم بها لكي تجعل من البرنامج يتناسب مع عملك او من الذي تريده من من خلال هذه الواجهة التي تحتوي على عمود التبويبات العمودية وكذلك هذه الصفحة التي يمكنك من خلالها اما فتح او البدء بمشروع جديد مصنف الان في برنامج الاكسل سنتحدث عن الملفات سنسميها مصنفات وبالتالي فاذا اردت فتح مصنف جديد هذا المصنف فارغ لا يحتوي على اي تنسيق لا يحتوي على قالب او اعداد مسبق يمكنك من خلال هذا اختيار مصنف فارغ او يمكنك من خلال جديد كذلك توفر مايكروسوفت اوفيس العديد من القوالب الجاهزة وفي الحقيقة هذه قوالب تعليمية مثلا يمكنك البدء ببرنامج تعليمي للصيغة الصيغة يعني كيفية كتابة المعادلات في اكسل كذلك يمكنك انشاء برنامج او يمكنك فتح البرنامج التعليمي للجداول المحورية كذلك يمكنك عمل تقويم هذا تقويم جاهز يمكنك تحديثه باي شكل بادراج اي شيء فيه لانتاج تقويم هذا التقويم لسنة معينة مثلا من خلال هذا القالب الجاهز وكذلك يمكنك فتح البرنامج التعليمي للمخططات الدائرية او القيام بجولة في اكسل للتعريف باهم الاعدادات واهم الادوات الموجودة في اكسل ايضا توفر مايكروسوفت اوفيس العديد من القوالب الاضافية التي يمكنك من خلالها بدء مشروع ليس من الصفر ليس مصنف فارغ بل مشروع في قالب يمكن هذا القالب تعديله فبالضغط على قوالب اضافية سوف يقوم البرنامج بفتح العديد من القوالب لاحظ ان هذه القوالب تحتاج الى ان يكون جهازك متصل بخدمة الانترنت لانها قوالب على الانترنت فبالتالي يمكنك تصفح هذه القوالب واختيار القالب الذي يناسبك قد لا تريد البدء من الصفر من البداية قد تريد فقط قالب جاهز وانت تعدل عليه بالشكل الذي تريده قوالب للمبيعات قوالب للحسابات قوالب الادارية قوالب شخصية اي نوع من القوالب انت ستختارها يمكننا ايضا من هذه القائمة التحكم بالخيارات البدء او الاعدادات العامة لبرنامج الاكسل من خلال تبويب او قائمة خيارات عند فتح هذه القائمة او عند فتح هذا الامر ستظهر لنا هذه النافذة المنبثقة التي تحتوي على الخيارات والاعدادات العامة لبرنامج الاكسل التي ربما نستطيع او نريد تعديلها لكي تتوافق مع اسلوب العمل الذي نريد ان ننشئه باستخدام الاكسل فمن هذه الخيارات خيارات عام التي هي خيارات واجهة المستخدم او خيارات الخصوصية او غيرها من الخيارات التي يمكنك تصفحها ورؤية مدى هذه الخيارات وكيف يمكن تعديلها كذلك خيارات الصيغ الذي يقصد بكلمة الصيغ المعادلات وايضا خيارات البيانات البيانات اللي هي الاشياء او العناصر التي ندخلها الى المصنفات في اكسل وكذلك خيارات التدقيق وخيارات الحفوظ من خيارات الحفوظ حقيقة هنا يمكننا القيام باعداد او تعديل مهم جدا من تعديلات الاوفيس او من خيارات الاوفيس وهو هذا الخيار تم ادخاله الى برامج الاوفيس اعتقد من اصدار 2013 او من اصدار 2010 فما فوق وهو خيار حفظ المعلومات التلقائي او خيار الاسترداد التلقائي في الحقيقة قد تعمل انت على مشروع معين على مصنف معين ونسيت ان تعمل حفظ لهذا المصنف وانقطعت الطاقة عن جهازك او انقطعت التيار الكهربائي وبالتالي تم اغلاق الملف بصورة اجبارية وضاع عملك يعني اذا كنت تعمل لمدة ثلاث ساعات في عمل ونسيت ان تقوم بحفظ له ثم انقطعت الطاقة وضاع عملك فهل يمكنك استرداد هذا العمل اوتوماتيكيا نعم برنامج المايكروسوفت اكسل يتيح لك خيار استرداد هذا العمل حتى وان لم تقم انت بحفظه طبعا هذا الاسترداد هو استرداد تلقائي ستظهر لك عند فتح ملف الاكسل عند اعادة تشغيل الجهاز وفتح ملف اكسل فسيقول لك تم حفظ نسخة تلقائية من اخر فترة يعني تم الحفظ فيها هناك نسخة تلقائية قبل فترة معينة هذه النسخة تلقائية هي اخر نسخة تم حفظها من عملك هل تريد استردادها فتقول له نعم هنا تردد الاسترداد او تردد الحفظ تريد ان يقوم المايكروسوفت اكسل بحفظ الملف كل 10 دقائق حفظ تلقائي بالتالي عندما تظهر لك الرسالة التي تقول ان هناك ملف تم حفظه قبل 10 دقائق يعني هناك 10 دقائق ضائعة فقبل 10 دقائق من انقطاع الطاقة هناك ملف تلقائي تريد ان تكون 10 دقائق او تريد تصغيرها هذه اذا كان لديك العمل مهم جدا الى 5 دقائق فيقوم بحفظ نسخة كل 5 دقائق وبالتالي يمكنك تعويض هذه الخمس دقائق وايضا يمكنك حتى جعله كل دقيقة يقوم بحفظ نسخة وبالتالي عندما تنقطع الطاقة وتريد استعادة فتم استعادة الملف لغاية ما قبل دقيقة واحدة فقط من انقطاع الطاقة الكهربائية عن جهازك وهذا يعني يمكنك من تعويض الدقيقة الواحدة فقط فهنا هذا الخيار تأكد من انه مؤشر وكذلك يمكنك اختيار الفترة الزمنية التي يقوم من خلالها كل فترة بحفظ نسخة تلقائية كذلك يمكنك التحكم بلغة عرض الافيس او لغة عرض الاكسل هنا هذا الكورس هو يقوم على لغة عرض الاكسل باللغة العربية وفي الحقيقة اختيار لغة العرض باللغة العربية له مأرب او له هدف هذا الهدف هناك طبعا شروحات كثيرة تقوم بعرض الاكسل باللغة الانجليزية وقد يكون الاكسل او الاوفيس المثبت في جهازك هو باللغة الانجليزية لكن عرض او هذا الكورس القوائم فيه والاعدادات وكل شيء فيه باللغة العربية وذلك لكي يسهل عليك فهم المعلومات ويسهل عليك تتبعها وتتبع المحاضرات او المفاهيم التي يتم القاءها وتسليط الضوء عليها في المحاضرات نعم قد يكون هناك مثلا استطيع جعل التبويبات او استطيع جعل لغة العرض في الاكسل باللغة الانجليزية ويمكنني ترجمتها عندما اقول لك ان هذا التبويب الفلاني هو يعني كذا وكذا لكن باللغة العربية سيكون الاستيعاب اسهل وسيكون الاحتراف اكثر كون اللغة العربية نحن نعرف معانيها او اغلب معانيها في اللغة الانجليزية قد نواجه صعوبة في معرفة معنا ما بالتالي اذا انت احترفت الاكسل باللغة العربية سيصبح من السهل عليك جدا استخدام الاكسل باللغة الانجليزية فبالتالي انه الهدف انه من عرض الاكسل باللغة العربية في هذا الكورس هو حتى تكون قادرا على الاحتراف وفهم اغلب المصطلحات المتعلقة بالاكسل حتى يسهل عليك عندما تقوم بالاحتراف يعني عندما تضبط هذه المصطلحات وتحترف فيها يسهل عليك اصلا القيام بالعمل على اكسل باي لغة حتى وان كانت ليست اللغة الانجليزية لكن مع ذلك يمكنك دائما تغيير لغة عرض القوائم او عرض اكسل من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية من خلال تبويب اللغة من خيارات من نافذة خيارات اكسل تبويب اللغة هنا يمكنك طبعا هنا لدي انا العربية مثبتة واللغة الانجليزية غير مثبتة لكنها موجودة انا قمت باضافتها يعني يمكنك الضغط على التثبيت متوفر او اذا كانت اللغة الانجليزية موجودة والعربية غير موجودة اذا كانت موجودة هنا في هذه القائمة ومكتوب انه available installing فيمكنك تثبيتها هنا تثبيت متوفر معناها ان حزمة اللغة الانجليزية هي موجودة في جهازي ولكني لم اثبتها او لم اقم بتنصيبها في الاوفيس ايضا اذا لم تجد مثلا العربية او الانجليزية يمكنك من خلال هذا الرابط الضغط عليه سيقوم بارسالك او سيقوم بفتح نافذة في المتصفح لتوجيهك الى اوفيس دوت كوم يمكنك من خلال صفحة اوفيس دوت كوم تنزيل اللغة التي ترغب بعرضها في المايكروسوفت اكسل ومن خلال هذه النافذة ستنزل اللغة هنا ويمكنك تثبيتها واختيارها كمفضلة يعني مثلا لدي لنفرض لدي اللغة العربية هنا ولدي الانجليزية هنا يمكنني تعيين الانجليزية كلغة مفضلة اللغة المفضلة معناها هي اللغة التي سيظهر بها ال اوفيس او الاكسل كذلك اذا وضعت ان اللغة العربية هنا كاول لغة ستظهر القوان باللغة العربية اما اذا وضعت اللغة الانجليزية كاول لغة ستظهر القوان باللغة الانجليزية فمن هذه الخيارات يمكنك التحكم بلغة عرض الاكسل ان كانت عربية وان كانت انجليزية كذلك هناك خيارات أخرى يمكنك تصفحها خيارات التحرير خيارات تنسيق الأرقام خيارات تنسيق النصوص داخل المصنف أو داخل ملف عمل الأكسل والكثير الكثير من الخيارات التي يمكنك تصفحها ويمكنك مشاهدة تأثيرها عند اختيارها قد تجد خيار يناسب عملك أيضا هناك خيارات تخصيص الشريط سنتحدث عن هذا الموضوع في المحاضرات القادمة وهذه هي أغلب الخيارات والإعدادات العامة لبرنامج الأكسل طبعا بعد اختيارك لتعينك لكل الخيارات والإعدادات يمكنك الضغط على موافق أو إلغاء الأمر فبالتالي يمكنك أيضا اختيار مصنف فارغ لتبدأ عرض أو يبدأ عرض الواجهة الرئيسية لبرنامج المايكروسوفت أكسل في الحقيقة اتفقنا على أن ملف الأكسل سيسمى من الآن فصاعدا سيسمى بالمصنف وليس بالملف في الحقيقة برنامج الأكسل يختلف عن برامج الأوفيس الأخرى كالورد والباوربوينت يختلف في المجال ويختلف في الصيغة حتى مثلا برنامج الورد يتعامل مع النصوص كنصوص يمكنك من خلال برنامج الورد أن تضيف عناصر أخرى كالصور والأشكال إلى الصفحة فبرنامج الورد يحتوي على صفحات وبالتالي برنامج الورد العمل الذي يتم صناعته أو عمله ببرنامج الورد يسمى بالملف لأنه يحتوي الملف يحتوي على عدد من الصفحات برنامج البرنامج البرنامج يتعامل مع العناصر وليس مع النصوص حتى لو تعامل مع النصوص فيتعامل مع هذه النصوص وكأنها عناصر وبالتالي برنامج البوربوينت لا يحتوي على صفحات بل يحتوي على شرائح والملف الذي أو العمل الذي يتم عمله أو يتم إنشاءه باستخدام البوربوينت يدعى بالعرض التقديمي إذن الآن لدينا ملف وورد وعرض تقديمي بوربوينت أما في الأكسل فالملف الذي يتم أو عفوا العمل الذي يتم إنشاهه باستخدام الأكسل يسمى بالمصنف كذلك الأكسل يختلف عن البوربوينت ويختلف عن الورد بأن الورد يتعامل مع النصوص ضمن صفحات وأسطر البوربوينت يتعامل مع عناصر أما الأكسل فهو يتعامل مع بيانات وهذه البيانات قد تكون على أنواع قد تكون نصوص عناصر رسوم أي شيء ولكنها تسمى بيانات لأن هذه البيانات تعطي قيم أو توضح معنا ما أو توضح قيمة معينة أو توضح مجالا معين قد لا تعني البيانات معناها الحرفي قد ربما تعني معاني أخرى وبالتالي هي تسمى بيانات لأنها قيم تعبيرية عن مجالات أو عن معلومات مخفية داخل هذه البيانات برنامج الأكسل يشابه في هذا المجال يعني هذا المجال يندرج فيه برنامج الأكسل وبرنامج الأكسس كذلك يتبعان لنفس المجال اللي هو التعامل مع البيانات لذلك تختلف واجهة برنامج الأكسل عن برنامج البوربوينت وبرنامج الورد واجهة برنامج الأكسل هذه اللي ظاهره أمامكم هي تتكون من عدة أجزاء هذه الأجزاء رح نقوم بتناولها في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله بكثرة وبالتسمياتها أول جزء اللي هو جزء يسمى بشريط العنوان شريط العنوان اللي هو الجزء الأعلى وفي هذا الموضوع أو في هذا المجال برنامج مايكروسوفت أكسل هو مشابه لكل البرامج التي تعمل على نظام الويندوز يكون للبرنامج شريط العنوان يحمل اسم الملف أو في هذه الحالة هو اسم المصنف وبعد برنامج العنوان تأتي شريط القوائم شريط القوائم في مايكروسوفت أكسل هو عبارة عن شريط تبويبات هذه تبويبات مثلا تبويب ملف الذي يذهب بنا إلى الباكستيج أو إلى المسرح الخلفي والشريط الأول من أشريطة واجهة برنامج الأكسل هو الشريط الرئيسي وهناك عدة تبويبات أخرى هذه التبويبات قد تختلف من إصدار إلى آخر الإصدار الذي نعمل عليه حاليا هو إصدار 2019 قد تختلف من إصدار إلى آخر وأيضا قد تختلف من نظام إلى آخر أو من جهاز إلى آخر بعض الأجهزة تحتوي على تبويبات غير موجودة هنا حاليا أو لا تحتوي على تبويبات موجودة هنا حاليا كذلك يمكنك عرض هذه التبويبات بأي طريقة وبأي صيغة وسنتحدث عن ذلك في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله هذا هو شريط التبويبات الذي عند الضغط عليه ستظهر تبويبات فرعية أو مجموعات من الأدوات منضمة داخل هذا الشريط فهذا كله يسمى بشريط الأدوات أو بالإنجليزية بريبون بعد شريط الأدوات تأتي هنا المعلومات الخاصة بما نقوم عمله داخل الأكسل هذا سنتحدث فيه في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله نحن الآن نريد فقط استعراض الواجهة الرئيسية لبرنامج الأكسل هنا لاحظ أن هذه لوحة العمل فنسميها الآن مؤقتا نسميها لوحة العمل هذه لوحة العمل لاحظ أنها تحتوي على أجزاء مقسمة إلى أجزاء إلى مستطيلات هذا يختلف فيه عن الورد الورد لا توجد فيه لوحة العمل هي عبارة عن صفحة يتم كتابة النصوص فيها وإدراج العناصر كما أن لوحة العمل في الباوربوينت هي عبارة عن شريحة يتم إدراج العناصر فيها أما في الأكسل فلوحة العمل هي عبارة عن لوحة مقسمة وفقيا وعموديا إلى مجموعة من الأجزاء أو المستطيلات التي يمكنك إدخال البيانات فيها لاحظاً نحن نتحدث عن البيانات ولا نتحدث عن العناصر هذه اللوحة تسمى بورقة العمل لذلك يحتوي الأكسل على ورقة عمل أو عدة أوراق عمل ورقة العمل هي عبارة عن جدول له صفوف وله أعمدة وهذا الجدول يحتوي على مساحات يمكنك إدخال البيانات فيها لاحظ هنا اسم هذه ورقة العمل هذا وكأنه يشبه اسم الشريحة في برنامج البوربوينت يعني اعتبر أن هذه هي شريحة ولكنها في الأكسل تسمى بورقة عمل يمكنك هنا اسمها الافتراضي ورقة واحد يمكنك إضافة العديد من أوراق العمل إلى المصنف وتسميتها بالشكل الذي ترغب فيه وكذلك تنسيقها بأي شكل هذا الشريط الأسفل اللي هو يحتوي على اسم ورقة العمل وكذلك يمكنك من خلاله إدراج أو حذف أوراق عمل أو التنقل بينهما وكذلك يحتوي على الشريط للتنقل أفقياً ضمن ورقة العمل أو عمودياً حسب حجم البيانات الموجودة في ورقة العمل وهنا الشريط الأخير الشريط الأسفل الأخير اللي هو يمكن فيه التحكم بنسبة العرض حجم الشاشة حجم شاشة العرض أو حجم ورقة العمل يمكن تصغيرها أو تكبيرها تصغير مدى الرؤية لها وليس حجمها الكياني تصغير مدى رؤية لها من خلال هذا الشريط وكذلك يمكن من خلاله تغيير طريقة العرض